ماركوف تشين ماركوف تشين is a way to model a system يعني طريقة من الطرق اللي تقدر تعبر بيها عن سيستم موجود من أهم البروبرتيز اللي في الماركوف تشين هي أنها بتحتوي على states وtransition وفيه probability of transition between states ده مثال عشان يوضح لنا ماركوف تشين عبارة عن إيه؟ إن فيه شركة تأمين لما بتيجي تجدد بوليسة التأمين بتعمل تأمين على السائقين يعني بتشوف لو السائق ده في 12 شهر اللي فاته خد مخالفة بيتحول إلى high risk group فبيدفع طبعا أكتر في البوليسة التأمين ولو خد zero tickets ما خدش مخالفات خالص بيروح على low risk group وبيدفع أقل في بوليسة التأمين هنا الدرايفر أو البوليسي هولدر بيبقى في state من two states يعني إما low risk إما high risk ما ينفعش يبقى في الاتنين وما ينفعش بيبقى في نص واحدة وكده فزي ما بيقولوا دي ال states دي بتبقى بتبقى exhaustive و mutually exclusive يعني إما هيبقى في high risk إما هيبقى في low risk هنا في المثال بيقول أنه based on company data أن غالبا لما بيبقى high risk driver بتيجي تجدد له في 60% chance أنه يفضل high risk يعني هو اللي خد ticket في سنة هياخد 60% منهم بياخدوا ticket في السنة اللي بعدها وبيفترض برضو أو يعني company data بتقول أن high risk driver 40% منهم ممكن يروحوا low risk group يعني هو خد ticket لو في ميت واحد خدوا ticket السنة دي من هما high risk السنة اللي بعدها في 40% منهم ممكن ما ياخدوش ticket ويروحوا على low risk group بالنسبة low risk group هما لقوا أن الناس كانت السنة اللي فاتت مش واخدة tickets 85% منهم بيفضلوا low risk group و15% منهم بيترحلوا على high risk group يعني هياخدوا ticket في الاثناشر شهر هنا المعلومات اللي احنا لسه قيلنها نفس المعلومات بتبقى represented in different ways ففي الحالة بتاعت مركوف احنا بنعمل حاجة اسمها probability tree و transition diagram و transition matrix probability tree بتبقى زي ما احنا قلنا في الاجزامبل بالزبط الـ high risk group 0.6 اللي هي 60% بيروحوا الـ high risk group عند اول تجديد الـ 40% منهم او 0.4 بيروحوا عند low risk group اللو risk group بيبقى 0.15 يعني 15% عند الـ high risk group و 0.85 بيروحوا للـ low risk group ده الـ transition diagram الـ low risk دي state والـ high risk دي another state وفي transition بين الـ low risk والـ high risk اللي هو 0.15 وبين الـ high risk والـ low risk بيبقى 0.4 والـ high risk state بيفضل فيها يعني بيلف على نفسه كده بيرجع على نفسه تاني 0.6 والـ low risk state بتبقى 0.85 الـ star دي حدثت عشان يبقى reminder ليه ان انا اقول لكم ان الاسهم اللي بتبقى خارجة من الـ state مجموعة دايما بيبقى بواحد فدي ده خارج من الـ state تاعت الـ high risk بـ 0.4 وده خارج من الـ state بتاع الـ high risk بـ 0.6 0.6 0.4 مجموعة وواحد اللو risk state اللي خارج منه 0.85 وبرضو اللي خارج منه 0.15 0.15 وـ 0.85 برضو بمجموعهم بواحد ندخل على الـ transition matrix دي بنكتبها ازاي بنكتبها from في النحية دي وتو النحية دي زي ما قلنا they are the same data او same info represented in different ways فانا هتكلم هنا لما باجي اتكلم على انتقال من high risk لـ high risk لو بصيت فوق هنا ومن high risk لـ high risk 0.6 هحط 0.6 طب من الـ high risk from high risk to low risk from high risk to low risk بـ 0.4 هه 0.4 from low risk to high risk from low risk to high risk ادي اللو risk للـ high risk بـ 0.85 آه سوري الـ low risk لـ high risk بـ 0.15 اهي اهي 0.15 ومن الـ low risk للـ low risk اهو من الـ low risk للـ low risk 0.85 آه برضو الـ stars دي حطيتها عشان افتكر ان انا اقولكو ان مجموع السطر في الترانزيشن matrix بيادت وان آه دي آه الـ 0.6 0.4 السطر ده مجموع واحد وهنا السطر ده مجموع واحد طيب هو ايه هي اللي يعني 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 كل ايه او كل ايه دي بتابلاي او دي بتابلاي هو بيقوله هنا كل كل يعني ايه عندنا ممكن تبقى يما في المثال بتاعنا هي كل اتناشر شهر زي ما قلنا ان الموديل بتاعنا بيبروسيد بشكل ستيبس والستيبس دي اما بتبقى تايم زي الاثناشر منص في حالة الانشورنس كامبوني يا اما بتبقى في شكل ترايل يعني زي مسلا او ان انا برمي باسكتبول جوه الباسكت او ان انا بعمل روليت سبين بمناسبة بقى الروليت سبين في اكزامبل مهم جدا بيشرح لنا او او مور كومبليكيتد ماركوفتشين احنا المثال بتاع الانشورنس كامبوني ده توز فيري سيمبل فهنستخدم على او هنبص على مثال او مور كومبليكيتد شوية وهنا الستيب بتاعتنا مش هتبقى او تايم زي زي الانشورنس كامبوني لا هيبقى باستيبس بالترايلز سبينز كل روليت سبين بااا بستيب تمام هو المثال هنا بيقولك ان في مقامر يعني جامبلر حريص جدا هو بيقولك انا هدخل الكازينو مش مش هقامر او مش هعمل جامبلنج باكتر من خمسين دولار وحط فلوسه بقى قفل عليها خالص بعيد عنه عشان ما يبقاش في اي تيمتيشن ان هو يستنزف فلوس اكتر من فلوس هو اخره خمسين دولار فمعنى كده ان هو لو خسل خمسين دولار دول وبقى معاه زيرو دولار لازم يروح اه في نفس الوقت هو عامل عهد مع نفسه عشان يروح يعني ان هو لو جاب خمسة وسبعين دولار يعني لو زادت فلوسه من خمسين دولار لخمسة وسبعين دولار هيروح ازا هو لو معاه خمسة وسبعين دولار مش هلعب تاني لو معاه زيرو دولار مش هلعب تاني وعشان كده الستيتس دي اللي هي احنا بنقول بقى ان هو استيت بتبقى معاه خمسين دولار ازا استيت معاه خمسة وعشين دولار ازا استيت معاه زيرو دولار از استيت. كل استيت من دول آآ بيحصل ما بينها وما بين الاستيت التاني. بس في استيتس ما بيحصلش غير لنفسها بس. اللي هي الاستيت دي الزيرو والاستيت دي اللي هي الخمسة وسبعين دولار. عشان كده بيسموا الاستيتس دي خلاص وانس انت دخلت في الاستيت دي مش هتخرج منها قبل. دي ممكن تبقى شبه الاستيت مسلا آآ في لو فيه مسلا وكده ان هو مسلا بيبقى الاستيت بتاعته او آآ لو لو ادخل في الاستيت تاعت الديث. خلاص هو بيدخل في الديث دي ازا ازوال. تمام? آآ بيبقى فيها كزا نوع من الراهانات اللي هي آآ رقم كبير او رقم صغير على حسب آآ يعني لها قواعد آآ انا مش بها قوي ولكن آآ هو هنفترض ان هو هيراهن على ونفترض ان آآ آآ عدد في هو نفس عدد هو هنا بيراهن آآ هيراهن المراهنة الوحدة بتاخد خمسة عشرين دولار والرزلت بتاعت كل سبين يقيمة خمسين برسنت لوز آآ او خمسين برسنت شانس تو لوز او خمسين برسنت شانس تو وين. هنا لو عملنا بقى بتاعنا زي ما قلنا زيرو دولار ده خلاص بيبقى فقط فلوسه كلها خلاص آآ فبالتالي السهم اللي خارج منها بواحد خمسة عشرين دولار يعني هو بيبتدي اصلا بخمسين دولار خمسين دولار ممكن يكسب آآ بنسبة خمسين في المية ويخسر بنسبة خمسين في المية لو كسب بنسبة خمسين في المية هي هيوصل للخمسة وسبعين دولار وفي هذه الحالة بقت لان برضو آآ يعني لو هنشوف السهم اللي خارج من خمسة وسبعين دولار هنلاقيه لانها من دي نفس الكلام اه هو اه لو خسر ويوصل لخمسة عشرين دولار اه اه دي اه نص اه او بوينت فايف يعني خمسين في المية اه لو اللاعب هو معان خمسة عشرين دولار ممكن يكسب يرجع تاني لخمسين في المية وممكن يخسر يوصل لمرحلة الزيرو برضو الزيرو خارج منها اه السهم ده اللي هو بالبروبابيليتي بوان لو جينا نحول الكلام ده الى ترانزيشن ماتريكس برضو هنعمل اه الشكل المعهود بتاعنا فروم وتو ادي زيرو دولار خمسة عشرين دولار خمسين دولار خمسة وسبعين دولار وادي زيرو دولار خمسة عشرين دولار خمسين دولار خمسة وسبعين دولار تعالى نشوف ايه البروبابيليتي انه يروح من زيرو دولار لزيرو دولار هنبص هنا نلاقيها بوان نكتب وان طيب من زيرو دولار لخمسة عشرين دولار هو عمره هيخرج من زيرو لا يبقى بزيرو من زيرو دولار لخمسين دولار نفس الكلام هو مش يخرج من الزيرو يبقى الزيرو. من زيرو دولار لخمسة وسبعين دولار عمره ما يخرج من الزيرو يبقى بزيرو. طيب نيجي على خمسة عشرين دولار. من خمسة عشرين دولار لزيرو دولار. اهو بنص. من خمسة عشرين دولار لخمسة عشرين دولار ما فيش كده خاص بيبقى بزيرو. من خمسة عشرين دولار لخمسين دولار. من خمسة عشرين دولار لخمسة وسبعين دولار ما فيش حاجة بتحصل كده يبقى بزيره. احنا كل ده بنتكلم على يبقى لان بعدة كده هنتكلم على اه اتنين طيب تالت حاجة عندنا الخمسين دولار. من خمسين دولار للصفر عمرها ما بتحصل. من خمسين دولار ل خمس عشرين دولار اهي اهي دي الخمسين دولار. بتروح خمس عشرين دولار ب او بوينت فايف. من خمسين دولار لخمسين دولار عمرها ما بتحصل. من خمسين دولار لخمسة وسبعين دولار اهي. او بوينت فايف. من خمسة وسبعين دولار لصفر عمرها ما هتحصل خلاص هو هيروح ياخد فلوسه يروح. من خمسة وسبعين دولار لخمسة وعشرين دولار برضو عمرها ما هتحصل لانه خد فلوسه هيروح. من خمسة وعشرين اه خمسة وسبعين دولار لخمسين دولار. هو خلاص الراجل خد فلوسه هيروح. من خمسة وسبعين دولار لخمسة وسبعين دولار بوان. آآ لانه هو مية في المية هياخد فلوسه وروح. طيب. احنا هنا بقى في في السلايد اللي فاتت تكلمنا عن بتاعة سينجل سبين. دلوقتي احنا هنعمل تو روليت سبينز. ما هو فايدة ماركوف تشين ان انا هقدر اتنبأ شوية بان ايه اللي ممكن يحصل لي او ايه المكسب او الخسارة اللي ممكن تحصل لي بعد آآ آآ سبيسفايد نمبر اوف ستيبز. ففي المثال بتاعي هنا انا افترض ان هو دخل عمل تو روليت سبينز. وهشوف البروبابيليتي بتاعته هتبقى عاملة ازاي. آآ آآ ده البروبابيليتي تري بتاعتي الزيرو هيفضل زيرو. خلاص بعد مية سبين ما فيش مشكلة هيفضل بزيرو. فالبروبابيليتي بتاعته بواحد. الخمسة وسبعين دولار هتفضل آآ بخمسة سبعين دولار خلاص هيبقى بواحد. آآ لو هو ابتدى بخمسة وعشرين دولار آآ في احتمال خمسين في المية يبقى خمسين دولار. واحتمال خمسين في المية يبقى زيرو دولار. لو زيرو دولار خلاصها التانية هيروح زي ما هو ببروبابيليتي واحد. لو خمسين دولار بعد الاولانية هيبقى فيه خمسين في المية احتمال انه يبقى خمسة وعشرين دولار. وخمسين في المية احتمال انه يبقى خمسة وسبعين دولار. طيب لو ابتدى بخمسين دولار في خمسين في المية احتمال انه يبقى بخمسة عشرين دولار. خمسين في المية احتمال انه يوصل خمسة وسبعين دولار. وفي هذه الحالة مش هيحصل اي تغيير من السبين الاولانية للسبين التانية بيفضل خمسة وسبعين دولار. الخمسة عشرين دولار النتيجة اللي نتيجة عن الخسارة الاولانية في اول سبين. آآ ممكن بعد كده يخسر تاني فيوصل للصفر او ممكن يكسب فيوصل للأو بوينت فايف. تعال بقى نعمل الماتريكس بتاعة آآ من زيرو دولار لزيرو دولار. من زيرو دولار لزيرو دولار بواحد. وعمر الزيرو ما هيتحول للخمسة وعشرين ولا الخمسين ولا الخمسة وسبعين. فخلاص يبقى احنا انتهينا من السطر ده. طيب من خمسة وعشرين دولار لزيرو دولار. من خمسة وعشرين دولار لزيرو دولار كان بنص. وبعد كده من زيرو دولار لزيرو دولار بواحد فواحد في نص بنص. او بوينت فايف. يبقى من خمسة وعشرين دولار لخمسة وعشرين من خمسة وعشرين دولار لزيرو بنص. طيب من خمسة وعشرين دولار لخمسة وعشرين دولار ادي الخمسة وعشرين دولار اهو او بوينت فايف عشان يبقى خمسين دولار وبعد كده او بوينت فايف تاني عشان يرجع خمسة وعشرين دولار تاني فالبروبابيليتي هتبقى او بوينت فايف في او بوينت فايف هتبقى او بوينت تو فايف يبقى من خمسة وعشرين دولار لخمسة وعشرين دولار ب او بوينت تو فايف. طيب من خمسة عشرين دولار لخمسين دولار. لو بصينا على الخمسة عشرين دولار في بعد او ما فيش اه حاجة اسمها اه خمسين دولار. الخمسة عشرين دولار بعد عمرها ما هتتحول لخمسين دولار. ما يبقى الخمسة عشرين دولار لخمسين دولار بزيرو. الخمسة عشرين دولار لخمسة سبعين دولار. اهو. ادي خمسة عشرين دولار. بقت خمسين بنص. والخمسين بنص بقت 75 هتضرب النص ده في النص ده يديني 0.25 من 25 دولار ل75 دولار ب 0.25 طيب لو هنمسك 50 دولار 50 دولار لل 0 ادي نص وادي نص فهيبقى نص في نص بربع أو 0.25 أو 0.5 أو 0.5 هيديني 0.25 يبقى من 50 دولار للصفر ب 0.25 من 50 دولار ل25 دولار ادي 50 دولار وصلت بقيت 25 دولار 25 دولار مش هتتحول تاني الى 25 دولار خلاص يعني ما فيش بعد من 50 دولار حاجة اسمها 25 دولار فهتبقى بصفر من 50 دولار ل50 دولار ادي حصل لص وبعدين زاد تاني ادي أو 0.5 أو 0.5 بأو 0.25 اهي من الخمسين دولار للخمسة وسبعين دولار ادي الخمسين دولار بنص بقيت 75 دولار 55 دولار في التاني سبين هتتبقى 75 دولار فهيبقى أو 0.51 بأو 0.5 ونفس الكلام بالنسبة ل 75 دولار هو خلاص بيبقى في انتقال من الـ 55 دولار 55 دولار بوان ويبقى احنا كده عملنا الـ طيب معناه ايه الكلام ده الكلام ده معناه ان لو واحد داخل الكازينو معاه 50 دولار هيعمل فرصته ان هو يخسر خالص 25% فرصته ان هو يخرج زي ما خرج 25% يخرج زي ما دخل يعني 25% فرصته ان هو يكسب 50% ولو هو دخل كازينو بـ 25$ فرصته انه يخسر خالص 50% فرصته انه يفضل زي ما هو 25% وفرصته انه هو يزيد يبقى 75$ بـ 25% and this is a kind of prediction ان انا اتنبأ ايه اللي ممكن يحصل بعد two steps وطبعا الـ prediction ده ممكن اعمله application على كذا حاجة مش بس طبعا على الـ let's pin